وها قد ضاقت طريق بالمكلة وبدأت رحلة السقوط في مستنقع الموت الذي يبدو أنه سيكون له مع المدينة موعد قاس خلال الفترة القادمة الإرهاب الذي خرج من حضر موت بعد معركة وصفت بالخاطفة عادل يقود الحرب بالطريقة التي يجيدها التفجيرات الانتحارية والموت الغادر عملية إرهابية جديدة هي الثانية من نوعها خلال يومين والمكان هذه المرة هو معسكر النجدة الذي كان يتجمع في مدخله العشرات من شباب محافظة في موعد للتسجيل في القوات الأمنية التي تعمل السلطات المحلية على إعادة بنائها في إطار جهودها لإعادة تطبيع الحياة في المدينة بعد أسابيع من طرد عناصر التنظيم منها العملية التي أودت بحياة عشرات القتلى والجرحة تبنها ما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية في إطار حربه على من يسميه من مرتدين عملاء التحالف شهود عيان أكدوا أن انتحارياً فجر نفسه وسط طلاب التجنيد في بوابة المعسكر أثناء توافدهم إلى المكان للتسجيل في التجنيد العسكري الذي تسعى من خلاله السلطات الأمنية في المحافظة إلى سد الفراغ الذي تركه انهيار الأجهزة الأمنية بعد سيطرة التنظيم على المحافظة لمدة عام الإرهاب يسبقنا دائماً بخطوة ففي اللحظة التي تسعى فيها الحكومة وسلطات المحلية في حضر موت للعمل على تطبيع الحياة في المحافظة يعرف الإرهاب أن خسارته المعركة في أي جزء من المناطق المحررة يعني خسارته المعركة كلها ولذلك يسعى دائماً للتواجد قبل الحكومة تصاعد العمليات الإرهابية في حضر موت يضع السلطة الشرعية وكاتة التحالف أمام تحدي يفرض عليها التحرك بقوات وبسرعة واستيعاب درس عدن العاصمة المؤقتة التي تأخرت في الحكومة حتى أصبحت لا تجد لها مكاناً فيها بعد أن ملأتها الجماعات المسلحة والتنظيمات الإرهابية